ومتابعين بصباحنا لليوم في مقولة بين الناس منتشرة بيقلوا بتعرفوا بيقلوا بعرفوا بتقلوا عاشرتوا بيقلوا معاشرتوا بيقلوا فإذاً أنت ما بتعرفوا صح؟ لأنه أستاذ ويسام بدني عم يأكد لي هاي المقولة يلي هي كتير منتشرة بين الناس والأخذ والعطى بقصص وتفاصيل العالم من غير ما نكون نحنا منعرفون لهيك خلينا نحكي أكتر كيف نحن لازم ناخد أول فكرة أول انتباع كيف نحن نقيم العالم صح جواتنا نحكي أكتر عنه هيدا الموضوع مع الدكتورية خيرية الأحمد أخصائية نفسية اجتماعية صباح الخير؟ سعد صباح نوري سعد صباح كون يسعد مبروك الخطبة يبارك بعمرك وعمالك مبروك الخطبة مثل معالة ليار خلينا نحكي بالبداية خلينا نحكي عن مظاهر الأحكام المسبقة تمام الأحكام المسبقة على الآخرين المظاهر عديدة هلا بنقول المظاهر رح أحكي بعض المظاهر التي هي موجودة أولا هي أول شي نحن كيف نحكم على شخص بدون ما نعرفه أبدا معرفة كافية بس بناء على القيل والقال يعني أنا بدي أتعرف على شخص أو حدا شخص جاي جديد يتعرف عليه قبل ما أشوفه أو أعرف أي شي عنه بيأتي حدا بيصير بيقولي هو هيك هو هيك هو هيك يعطيني كم كبير من الأحكام والصفات اللي هي يمكن إيجابية يمكن سلبية على أساس أنا بدي أتعامل مع هذا الشخص وأول ما بشوفه هيك بتعامل معه على أساس أن أنا بيعرف كل شي عنه وأنا للأسف ما بكم بيعرف شي عنه بس بناء على القيل والقال ها هي المظاهر الأول المظاهر الثاني والمظاهر اللي هو بيئة العمل الدراسي أو الأكاديمي يعني مثل المدرسة كتير نحن ملاحظ أحيانا وقت بتكون بداية العام الدراسي أو مثلا دكتور جاي بدي يعطي زمرمة أو بدي يعطي سينما فمن رئيس القسم أو مثلا مدير المدرسة بيقل له أنه هاي الشحبة مشاغبة كتير هاي الشحبة فيها مين متفوقين وبيسمي له أو أنت إختالة فلاني أو أنت إختالة فلاني وخلص بينطبع لأنطبع السيء فورا تمام اللي وبيسمي له أنه في عندك الطالب كذا أبو علي الصف مثل ما بيحكوا هيدا المشاغبة اللي يكون موجود دائما بصف يعني بيطلق أحكام هي سلبية وألقاب وصفات فالمدرس أولا بشكل طبيعي قبل أن يفوت على الشعبة فهو بتعامل على أساس شو أنه هنو مشاغبين ويمكن ما يكونوا مشاغبين يمكن هنو نشاغبه مع أستاذ ما لأنه هو شخصيته ضعيفة ما عارف يتبط الصف ما عارف يتعامل معه أو كان في واحد مثلا صار معه ظرف ما أو ضايش أو أي شيء تاني صار يتعامل دائما أنا بيزلموني يا سمر دائما دائما بيزلموني كعني شو بتطلق الحكم شو بتطلق الحكم أنه أنا مشاغبة وهاي أنا معاني هيك طيب هوا هاي الفكرة أنه بصور بتطلق أحكام على الأشخاص هنو معانا هيك المظهر التالت من المظهر هو الأخطر شيء هلا إلا الأسف هو منتشر بحياتنا هو بيئة العمل ووظيفة يأحيانا بيأة مدير جديد كلا تمنى التفحوا للمدير بنا حاول نعطيه صورة عن هيك بيتبنى أنه لازم كنقريب منه وأطيه صورة عن الأشخاص الثانية ترى أنا عم بعطيه بس لحتى يعني خليه يتعرف على الجو العام وساعده وإدعمه لحتى يكون شخص ناجح أو عرفه على البيئة العمل ووظيفة بشكل صحيح وإلا أنا بس إلي أهداف وغايات ثانية بلش بيقول له ليا مشاغبة ممليحة أو مثلا بيطلق هذه الأحكام هي ما بتلتزم هي ما بعرف شو أو بيطلق أحكام هي مميز جدا يعني بيطلق أحكام أنه هو تبعا لآراءه وأغراضه الشخصية للأسف هي كثير عالم تتأثار تماما ودرأنا للأسف ما عندهم هيدا الفكرة لأنه خليني أنا أكتشف الموظفين أنا ما بدي أخذ الفكرة المسبقة عنه لحتى أنا أعرف هو كيف صفاته هو كيف قدراته وإمكاناته لأنه إذا أنا معرفته وتعاملت معه بناء على رأي بعض الأشخاص ورأي واحد اللي هو بيكون أكتر صعوبة فأنا هون كثير عم سبب ضرر وعم شكل خطورة على الشخص بحد ذاته اللي أنا عم بطلق حكم عليه وبنفس الوقت عبيت العمل ووظيفيك وكله على المجتمع بحد ذاته كمان أكيد خلينا نحكي كمان مثل ما حكينا أنه الأحكام المسبقة بس كمان فيه بنفس الوقت يمكن أتعرف مثلا على شخص أول مرة باخد فورا أنا انطباع مني لحالي عنه يعني مثلا 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 نحنا شفنا بعض يمكن أنا أخدت أو كونت صورة بسيطة عنك خلينا نحكي عن هذا الموضوع وقديش له سلبيات وقديش له مثلا إيجابيات يمكن تكوني أنت مثلا اليوم متضايقة عندك ضريف مو مريح فأنت جايلة عنا مثلا من غير مثلا ابتسامة بعينة متضايقة مو هي شخصيتك الحقيقية خلينا نحكي عنها تمام هلا اللي حكيتي كتير مهم أنت لقى من ما قولي اللي حكيته لي أول شيء أنه أنت بتعرفه قال له بعرفه نحنا كلها نطلق أحكام مع الشخص أنا بعرفه شفته مرتين تمام قاعد أنا وياك مرة مرتين أنه قاعد أنت ويا مرة مرتين لتحكم عليه مثلا أنت مثل ما قلت هلا أنت شفتني مثلا أنا موقف ما يمكن كتير مرتاحة يمكن أنا شايفة حدا بحبه أو مثلا قاعدة متلقي للنجاح أو أي شيء فأنا هلا كتير مبسوطة موقف تاني يمكن يكون لأ بزرف يكون أنا كتير معصبة فأنت شفتني بالوجه اللي هو كتير غاضب وكذا فأطلقت عليه هاي البنت كتير عصبية أو هاي البنت لئيمة هناك بعض الأشخاص مثلا عندك علم الفراسي هو علم موجود بحد ذات وبناء على دراسات إلى الأمان العلمية يعني هي مو دراسات هي عشوائية لا أكيد منظمة وعلمية بس كمان ما بيصير مبالغة فيها لأنه ما أفيني أطلق على شخص هو حكم إنه هذا شكله هيك فهذا شكله مجرم هذا الشخص هو مثلا بشرته صفراوية فهذا لئيم لازم مستلحات لتطلع عنا شغلة مهمة في عالم ترتاحي له نفسيا سبحان الله سبحان الله تشوفي شخص ترتاحي تقدري بتاخذي وتعطي معه مريح قريب من القلب وأشخاص لا بعيدة عن القلب يعني إنه هي هيك يعني خلينا نحكي كمان عن هذه الأسا تماما مهي كثير إلى مؤشرات أو دلائل هذا شيء أحيانا بيكون وجه الشخص هو مريح فيه رحمانية بشكل وجهه يعني بشوشو رحماني بريء مثل ما بقولنا نحب براءة الأطفال نطلع بنظرة الأطفال تكون معصبين أو مدائين لأنه فيه نوع من البراءة بوجههم فيه نوع من الرحمانية فهذا الشيء مريح الشيء الثاني هو بيكون طبيعة التعامل معه مثلا مريحة شخص مزوحي شخص لطيف مو شخص نيكادي المعصب أنا بحكي معه ما بعرف كيف يقول له كلمة المرحبة يعني خاف كلمة المرحبة يقومي عيات علي أو يزورني أو يتبع اسلوب هو ما نصح معي بالعكس بيكون بشوش يتعامل بطريقة كثير راقية وبالإضافة للطاقة نحن نعرف بشي اسمه هالي أنا ما بدي أدخل بشغلات هي بعيدة عن الحلقة بس فيه شي بشي بشخصيط الشخص في إسطة الطاقة وهالي هي بتكون توزع بمو بيدك هذا الشخص بحسته كله تفائل ونشاط وطاقة إيجابية ففعلاً هو بتكون موجودة داخلياً بشاكرات وكثير إلى أحوام مليه هلأ بنحكي عنها إن شاء الله بأيام جاية فهي كثير بتلعب دور إنو أنا كيف تاقصي بحكس على أشخاص الآخرين هذا شخص إيجابي فأنا بتفائل فيه واتشوفه الصبح لأنه فعلاً إيجابي ما بيكون هذا الشخص اللي أخذ الغم والهم إنو أنا فقت الصبح أوف من قطعة الكربة وما بارشو بصير بيحكي لك كل العوامل هي السلبية لا بصير بيحكي عوامل إيجابية لحتى يرفع من طاقته الإيجابية ويعكسها على المحيط في كثير أشخاص تنقلب الرسمة برأسنا وفي كثير أشخاص لا بيكونوا كثير منح في كثير أشخاص يعني ما عندك شي بالمطلق هو يعني حكي مطلق أو ثابت بالحياة خلينا نحكي عن عن هاي النقطة كل عياتنا بشكل عام بالمجتمع وبحياتنا عنا رفقات وعنا زملاء وعنا فدايما شو بقول أنا المواقفية بتحكم علي أنا عارف الشخص هو لا من نقع بمرض من وقف جمنا مثلا نقع بفرح أو بيكون عنا حالات فرحة فمين كان معي خطوة بخطوة هون أنا أعرف الشخص مين هو وفعلا لازم نحنا نكون ما أحكم على شخص لأنه أحيانا ممكن أنا أحكم عليك بتشبهي حدا بحبه أو حدا عزيز عليه فأنا ضغلي أنه إيه بتشبهي فهي لازم تكون مريحة مثله يمكن هي أبدا ما أنا مثله فهي الأحكام نحنا شوية نبعد عنها لأنه هي مانا صحيحة هلأ هون هلأ نحن نحكي بشكل كثير طبيعي بشكل هو علاقات اجتماعية عم نحكي بشكل كثير بسيط بس بدنا نحكي على الشغلات اللي هي أخطر من هذا الموضوع وقد نحن عم نقول أنه كيف أنا وقت طلب أحكام سلبية يعني أنا عم بكون إتجاهات رأي عند شخص ما تجاه شخص أخر هو سلبي بحث هون الخطورة بتكمل كل شيء حكيناه هو بعكس قامر طبيعي وحالات طبيعية متعملة بباقيعنا الاجتماعي ولكن أنا أتحدث عن كيف تتعامل بشكل خطوري يكون فكرة سلبية يكون أحد كثير آسي بالكلام يشوه الحقائق، يشوه السمعة يغرض أن هذا الشخص هو مميز فأنا يجب أن يكون بعيدا عن الأضواء يجب أن يكون على جنب يجب أن يكون عدم تكافؤ بالفرص يجب أن يكون عدم الثقة بالآخرين والشك هذه أكثر مقطاة من تشرا لا لأسف نحن بعض الأشخاص هي صفاتهم أنهم يغيرون أنهم يدعاف شخصية حياتهم مليئة بالتفكير اللامبالي تفكير اللامنطقي هنا الأشخاص سطحيين بالتفكير لا أشخاص عميقين لديهم الثقة بشغلهم تماماً همون وشغلهم الشاغل هنا منطباعهم الأساسي أنه مبدأ القيل والقال لا يوجدهم لديهم هذه العادة مكرسة وعادة سلبية بحثة همه بس أنه شو عملت وشو أخدت وشو ساويت وشو حكيت يعني مشغول بصير الأشخاص الآخرين وتفكيره أبداً هو مندفع غير مترويلا مبالي ولسه الأصعب من هيك وقت يكون متعصب وحد جاهل يعني أنه بتعصب لشي فهو بصير لأنه هذا هيك فأنا بدي أحكي عنه بهيك وهيك وهيك أو الاتجاه تماماً لازم نحن دائماً نحط أعذار للآخرين الأحكام المسبقة أكيد تعرضنا الأحكام مسبقة سواء بالعمل أو بالمدرسة أو بأي مكان يعني بعيد عنا لابد من عشر الشخص لنعرفه مين هو ومين هو على حياته نمرأ بمواقف حاله أكيد شكراً لك شكراً لنصائحك ونشوفك في حلقات قادمة شكراً دكتوريا شكراً لك